أنا قبل حتى صدور البيانة بتحركة النهضة كنت تحكيت على ضرورة أنه محاكمة تكون علنية خطرة قلت أنه في التوقيت هذيك بالذات قلت أنه مسألة الحقيقة لا تعني عائلة شكري بالعيد فقط ولا تعني عائلة محمد إبرامي فقط لأنه مسألة دي حتى لا تعني عائلتهم السياسية فقط تعني توينس الكل من حقنا توينس الكل تكون عن أدق التفاصيل في علاقة بزوز قضايا ذهما لأنه بزوز قضايا تعالقوا بالأمن القومي وعندهم امتداداتهم في كل شيء عندهم امتداداتهم في ظاهرة اللرهاب عندهم امتداداتهم في ظاهرة التصفير يعني إجابات اللي تنجم تكون موجودة في المحاكمة هذه هي تغنين على الكثير من الأسئلة المزينة طرحينها لحد الآن وبالتالي أنا مع أنه تكون محاكمتها هذه علنية وفما هيك الحجة الواهية اللي يحكيوا فيها البعض يقول لك ليه ما نعملوش محاكمات علنية باعتباره فما بعض المتورطين ينجموا يهربوا يعني أنك أنك أنت تتخيل أنه واحد متورط بشكل مباشر في قضية اغتيال الشهيد شكر بالعيد أو الشهيد محمد البرامي يقال لحدشناسنا في تونس لنه يستنى حتى نعملو محاكمة علنية أو لا هدي تعاليت واهية حتى للتاريخ يعني مش منطقي أنه نلقاو مثلا محاكمة الناصر الدمرجي اللي معروف بسفحنا بالموثقة في شكل فيديو وما نلقاوش محاكمة قتلت الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البرامي موثقة في فيديو يعني مفترض أنه نمشي ونقدم مش نمشي ونوخر نرجع إلى هنا الكلم اللي قالوا عجمي وريمي فيه زوز مفاصل مهمة جدا أولا المسألة اللي يقول لك احنا رانتوا معنيين بمسألة إعادة ديمقراطية مش بمسألة إعادة الحكم هذه قد تبدو جملة بسيطة للبعض لكن بالنسبة ليانا هذا تحول استراتيجي داخل العقل التنظيمي لحركة النهضة لأنه حركة النهضة من سنة 2011 كانت محكومة بهاجس السلطة كان فكرها الكل منصب على وجودها في السلطة وجودها في الحكم يعني فكر حكمي فكر السلطوي حتى أنه حركة النهضة فترة فترات وكانت فيه أوجه القوة متاعها رضلت أنه يكون عندها وزير فقط في التشكيل الحكومية لكن تكون ممثلة في السلطة تكون موجودة في السلطة حركة النهضة كانت خف برشة أنها تكون موجودة في المعارضة كانت معناها بأقل المناصب توافق أنه تكون موجودة في الحكم وبالتالي يقول عجمي الوريمي أنه نحن المطروحة علينا حاليا أنه نحن عود نسهمه في عودة الديمقراطية في تونس مش أهلنا نحن نعود للحكم هذه مسألة استراتيجية مهمة جدا داخل حركة النهضة ومهمة جدا في سياق آخر وكأنه يتبرأ من أي خصومة نجم تكون مع رئيس الجمهورية في علاقة بإمكانية وجود حركة النهضة في الحكم ولهنا نجيك الانتخابة الرئيسية وقول لك احنا معناش مرشح مباشر لحركة النهضة الانتخابة الرئيسية دي ما تلعب حركة النهضة في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 في المعايدة الانتخابية في علاقة بانتخابة الرئيسية لم يكن لحركة النهضة مرشح من داخل الحركة تحرك له الماكينة لكل بش يفوز بالانتخابات حتى المرشح اللي هو كان من داخل حركة النهضة عبد الفتاح مورو فما الكثير من المقولات اللي تؤكد أنه عبد الفتاح مورو هزمة في الانتخابات الرئيسية نظرا لأنه حركة النهضة ما حركتش الماكينة في سياق أنه تدعم عبد الفتاح مورو حتى الكثير من الناس اللي يترشحوا بما فيهم حمادي جبالي وكان خارج حركة النهضة وكان من أهم الشخصيات اللي كانت موجودة داخلها ما تحركتش ما كانت حركة النهضة اللي دعم يعني لا جبالي لا مورو لا حتى حد كانت حركة النهضة تلعب بالانتخابة الرئيسية كورقة سياسية تخلي الباب مفتوح لدقيقة 90 وتخلي الباب النقاش مفتوح مع الشخصيات اللي هي تحبت ترشح انتخابة الرئيسية واللي يجيوا لحركة النهضة محاولة انه يستميلوا هكالقواعد الانتخابية بتاع الحركة وانتزاع موقف رسمي من قيادات الحركة نعم يدعموا الشخصية هذي لكن الورقة السياسية دي كانت ناجحة قبل 25 جويلة 2021 هلانو الورقة السياسية دي مزالت ناجحة الى الان يعني المعروفة انه حركة النهضة اولا قواعدة تآكلت بشكل مهم جد اثنين قدرت على التأثير في الرأي العام تآكلت بشكل مهم جد ثلاثة حركة النهضة اصبحت تفكر حتى في مسألة وجودية لانه تبقى ولا تبقى مش مسألة انه تدعم شخص او لا تدعم وبالتالي فانه مسألة دي رأي مهمة جدا في مستوقرات لكن زادة هذا يفتحنا على الكثير من اسئلة الاخرى في علاقة بدعم حركة النهضة للشخصية من خارج الحركة وانه هي ترشح شخصية من داخل الحركة يعني ماذا لو ثبت تورط حركة النهضة في عديد من القضايا المرفوعة حاليا في المحاكم شنوه بش يكون الرد وبالتالي الكلام اللي يقولوا فيه الكل هذا تقريبا سابق لأوانه وهي تصريحات سياسية استباقية لما يمكن ان يحدث وانا مع جزء من اللي كان يحكي فيه طارق في علاقة بينه حركة النهضة الان اصبحت عندها خوف كبيرة من امكانية حلها لانه القضايا كانت تطرح بشكل غير جدي فترة فترات الان كل القضايا خاصة في علاقة باللوبينك اصبحت مسألة جدية تماما تهدد وجود حركة نهضة وبالتالي يعني النسبة الكبيرة من تفكير النهضة هي في المسألة الوجودية تبقى او لا تبقى مش الشخصية التي ستدعمها في الانتخاب الترئيسي